الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه المنبر النبوي الشريف وهو مكان المنبر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتقيه لإرشاد المسلمين في خطب الجمعة وغيرها قال صلى الله عليه وسلم إن قوائم منبري هذا رواتب في الجنة هذا المنبر صنع عدة مرات عبر التاريخ والموجود حاليا ليس بالمنبر الأصلي يدل على المكان الذي كان به المنبر النبوي الشريف والمقام الفاضل الذي كان سيدنا رسول الله يخطب عليه إنه يحد الروض النبوي الشريف كما أسلفنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع فقال رجل من الصحابة هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبك قال نعم وذلك في السنة التاسعة للهجرة فصنع له المنبر من ثلاث درجات فهي التي أعلى المنبر فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه فلما أراد رسول الله أن يقوم إلى المنبر مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه فلما جاوز الجذع خار أي صاح حتى تصدع وانشق فنزل رسول الله لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى المنبر فكان إذا صلى صلى إليه وفي رواية البخاري فلما وضع له المنبر فكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار وكان الحسن البصري إذا حدث بهذا بكى وقال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إليه لمكانه فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا من أرسلك الله رحمة للعالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة نبيه محمد إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر